على الرغم من مرور شهر على نيل حكومة مصطفى الكاظم الثقة في البرلمان إلا أنها لم تتخذ حتى اليوم أي خطوات لتنفيذ الوعود التي أطلقتها كتقدم المتورطين بقتل وقمع المتظاهرين إلى العدالة وفتح ملفات الفساد أو التحضير لبرنامج لتلبية مطالب المتظاهرين نواب أكدوا أن شهر حكومة الكاظم الأول كان استعراضيا بامتياز من دون أن يقدم أي خطوات فعلية رغم وجود ملفات يمكن البت فيها خلال أيام مشيرين إلى أن رئيس الوزراء تسلم قيادة البلاد في وضع حساس يتطلب منه قرارات جريئة تناسب مع حجم الاحتقان الذي يعيشه شارع خرج بتظاهرات عارمة منذ أكثر من ثمانية أشهر الكاظم فشل في أول اختبار له الشهر الماضي حين قرر إغلاق مقر ميليشيا ثأر الله بالبصرة لتورطها بقتل متظاهر قبل أن يوافق بعد أيام على إعادة افتتاح المقر كما فشل أيضا في فتح ملفات الفساد التي تعد من الأسباب الرئيسة للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وذهب بدلا من ذلك باتجاه التهيئة لاستقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين ويبدو أن الكاظم يسير على نهج أسلافه من خلال تمسكه بمبدأ المحاصصة ظهر ذلك جليا عبر استحداث وزارة جديدة للتركمان وهو أمر وصفته عضو اللجنة القانونية بهار محمود بالبدعة التي استحدثت دون غطاء قانوني فيما أكد النائب أحمد مظهر أن الكاظمي تنصل عن عوده وجاء بحكومة ضمت خليطا من أصحاب المناصب السابقة ومرشحي الأحزاب موضحا أن الفترة المقبلة ستحدد مصير حكومة الكاظمي والمنظومة السياسية بأكملها ولا يرى ثوار تشرين أي بوادر إيجابية في سياسة الكاظمي حتى الآن مشيرين إلى أنه أكثر من الأقوال دون الأفعال فلم يحاسب مسؤولا ولا ضابطا ولا أي من الميليشيات التي قتلت وقمعت التظاهرات وخرجت بمقاطع فيديو تتباهى بذلك مؤكدين أن التظاهرات ستعود أقوى من السابق وكما أطاحت بحكومة عادل عبد المهدي فإنها ستطيح بحكومة الكاظمي وكل ميليشيات القتل وأحزاب الفساد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر